أكد والنيل الأزرق عقب أدائه صلاة العيد بمعسكر الشهيد أفندي بمحلية بو أن السلام ومعاشا سيأتي كولوية مرحلة إلى جانب عودة النازحين إلى مناطقهم وأشار إلى أن تحقيق السلام يحتاج لتنازلات وأرهن حدوث التغيير بتطهير المؤسسات من فلول النظام السابق فيما أبدى مواطنون تفاؤلهم بخطوات تحقيق السلام باعتبارها الأهم في هذه المرحلة تعلقت القلوب هنا بأمال وأمنيات علها تعيد التقاء شمل أو عودة غائب يحمل سلاما وأشواقا لأرض اشتاقت طرقاتها وقع أقدام غائبين وقوة سواعدهم فلاحة وحرثا وإعمارا ما دارين كدب دارين السلام بجد جد يوم الناس قدرين يقولوا السلام سلام لكن دارين نشوف السلام ودارين نشوف الناس البرى يجون نشوف أهلي في الجبال كلهم دارين نرجو الجبال خلاص فتيرنا من القوات الشحيدة فاندي دارين نرجو خلاص نستلم واستلام نستولانا اي حاجة في الجبال كهرباط والموايا كلهم دارين نحن الآن نعيش في تعايش السلم تماما وفريعين جدا أن الناس توقف في البداية والأولى والسلام نتمنى أن يكتمل ذلك كل عام وأنتم بخير أمنية صدها عم الجميع فالسلام معزوفة ترتاح لها الدواخل وتطرب في هذا العام العيد له طعم خاص الطعم الخاص وقف شامل لإطلاق النار الإنسان المواطن تمتع بوقف الأدعيات في جميع مناطق جبال الإنقسنة أيضا عودة الأهل من جنوب السودان ومن أثيوبيا ونتمنى إن شاء الله أن يكتمل السلام في كل أرجاء السودان في دارفور وفي النيل الأزرق وفي شرق السودان وكل الإنسان نعيش كلنا كمواطنين سودانيين في تعايش سلمي في زل الثورة الشعار الحرية والسلام والعدالة عدالة ترى حكومة الولاية أنها تقتضي تدخلات تعيد ترتيب أوراق وصول للتغيير لا بد من أن يحدث تغيير كما هو معلوم وهذا التغيير يتطلب مننا العمل الجاد لتطهير كافة المؤسسات الحكومية من فلول النظام السابق الذي ظلت تأرقل مسار العمل الموجودون هنا وجودهم هو وجود اضطراري الحرب أجبرت هؤلاء الذين نراهم ويصلون معنا اليوم للعيش هنا نتيجة الحروب وعدم الاستقرار في قراهم هي بشريات لامست الكثيرين وحتى تترجم واقعا معاشا تحتاج قليلا من الصبر وكثيرا من التنازلات توزعت أمنيات العيد بين الرخاء والسلام بمنطقة بدأت تتلمس الاستقرار فقط في انتظار اكتمال منظومة الخدمات الاجتماعية عامر عمر عبدالله أشروق الشهيد أفندي بمحلية باو شكرا للمشاهدة